السلام عليكم اخواني مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام اليوم ان شاء الله جيت باش نهدر لكم على الهارد كوفر هذه الخاصية جديدة لقدمتها لنا امازون وقبل البداية اريد ان اقدم نصيحة للاصدقاء خصوصا المتابعين للقناة استفهام عام فاخي اختي الى كنتي كتشتغل في الانترنت فمشي اي حاجة خرجت جديدة نبقاك نسول في الكومنتر ونصفت العباد الله نديرونجيهم ونسولهم عليها واخي ما بدلت حتى شمجود فكل شيء عندنا في الانترنت تخصك غير شوية تعطي الوقت للحاجة التي تريدت تفهمها وبالتالي ستوصل الجواب والاسئلة التي تقلب عليها بكل سهلة فمثلا هذا الهارد كوفر متع امازون فلا نقوم بعمل شيء جديد سنقوم بمثلا هذه الهارد كوفر امازون ونقوم بعمل هارد كوفر امازون ونقوم بعمل انتر هنا سيطلع لنا اول ايه سندخله له وهنا امازون تتجاوبنا على جميع الاسئلة التي ستطح لنا في بالنا فاولا هنا يعطينا التعريف لهذا الهارد كوفر فهو تقريبا بحاله بحال البيبر باك فالاختلاف اللي بين الهارد كوفر والبيبر باك هو ان هذا الهارد كوفر كما كتبي لنا الاسم دياله هو ان الغلاف دياله كيكون مقوى يعني غلايد مقارنة مع الغلاف ديال البيبر باك هذا هو اختلاف الاول والاختلاف التاني كذلك كيكون في القياسات هناك بعض القياسات اللي كينه في البيبر باك ومكينيش في الهارد كوفر لان القياسات الخاصة بهذا الهارد كوفر كتكون خاصة جدا وكذلك عدد الصفحات فكيكون محدد كذلك وفي هذا الفيديو جيت باش نقدم لكم جميع المعلومات اللي غاديتحتاجها باش تكونوا فكرة عامة على هذا الهارد كوفر اذا بعد ما عرفنا الفرق بين الهارد كوفر والبيبر باك بغينا نرى الفورما كان هاد الهارد كوفر فنجونه هنا يا يجب أن نجد فورما your hardcover ندخل لها ونزل إلى تحت ونجد download a cover template ندخل لها ونعمروا هذه المعلومات مثلا يقولون لنا ماذا هذا hardcover او paperback ندخل لهم hardcover نختاروا ماذا باللون الأبيض والأسود او color نختاروا اللون الأبيض والأسود ونقولون لنا لون الأوراق كريم أو الأبيض نختاروا ونختاروا من اليمين اليسار من اليمين ونختاروا ونختاروا الإحداثات التي تريدنا لهذا الكتاب بينهم هنا ونختاروا القياس ونختاروا القياس هم القياس التي يمكننا استعملهم في هذا hardcover أي قياس لا يوجد هنا إلا وراء لا يمكننا موبيل إذا مثلا نختارنا 8.25x11 ونختاروا 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 عدد الصفحات التي تنشئ بيومنا مثلا نختاروا 120 ثم هنا نختاروا حساب الديمونسيون هنا سأعطوني الديمونسيون الديمونسيون نختاروا هنا نختاروا ونختاروا التمبليت الذي لدينا هذا هو الكوفر سأخذ هنا العرض هنا سأخذ طول نختاروا ونختاروا ونختاروا إذا هذه هي الـ الخاصة بهذا الهاردكوفر ونختاروا هنا ونختاروا 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 نختاروا الطريقة التي نقوم بها في التي تجلعها وعلى أن نقوم بها سأخذ تجلعها الطريقة إما من هذه الليلة والكذلك في وصف هذا الفيديو سأخذ طريقة تصميم غلاف من السفر كذلك تتبعوا نفس الطريقة لكذلك تقدموا هذا الهاردكوفر الخاص بكم هذا هو الفيديو الخاص بكم كان سهل ومقتضب إذا إخواني هذه هي نهاية الفيديو إذا أعجبوا الفيديو ديروا جايم وبرتجوا مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإذا كانت هذه هي أول زيارة لك أخي أختي القناة لا تنسى الشراكة وتفعيل الجرس لكي يصلكم لجديدنا أول بأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر